من دبي معي دكتورة جزلة سعيد فضة الخبيرة في الصحة العامة والوقاية مساء الخير أهلا بك معنا دكتورة اليوم بداية إذا كان من الممكن أن نعرف المزيد عن هذا الفيروس نفا ولماذا يختفي فيروس بحالات عديدة لفترة ويعود يعني 98 ظهر في ماليزيا اليوم يظهر في الهند وظهر قبل في الهند بس بفترة طويلة ما بنرجع من نسمع فيه للفيروس أهلا وسهلا فيروس نيفا فعلا ماله فيروس جديد وظهوره هذا العام وليس بجديد ظهر في عام 98 وفي عام 2001 وكانت حصيلة القتلة بصراحة من هذا الفيروس وصلت إلى 13 شهر والآن عاود الظهور بعد 17 عاما هذا النوع من الفيروس نحن نعرف الفيروس دائما هي بتغير من ثلالثة أو تظهر بأشكال جديدة وفي عام الفيروسات يعني هذا النوع من الفيروس هو بيسيب الحيوانات والإنسان على حدين سواء خلافا عن باقي أنواع الفيروس التي قد فقط تستهدف الحيوان أو تستهدف الإنسان فالظهور هذا الفيروس نتيجة خلينا نقول الفيروسات بشكل طبيعي تغير من ثلالثة تغير من هو نمط من أنماط الـ RNA الذي يتغير على مر الثمن وبنفس الوقت نتيجة اختلاط الحيوان بالإنسان هذا ما يؤدي إلى التغير الذي يحصل في هذه الفيروسات طيب الفيروس نيبال لو نعرف عنه المزيد خلينا نقول هذا الفيروس نيبال مثل ما أنه يصيب الحيوانات والإنسان هذه العطبة تنتقل من الحيوان إلى الإنسان مباشرة أو من الإنسان إلى إنسان من إنسان مصاب إلى إنسان آخر والشخص آخر أيضا فالخطورة فيه أنه ليس منتقل فقط من الحيوانات إلى الإنسان يتم الانتقال أيضا من إنسان إلى آخر كيف يتم الانتقال عن طريق ملامسة الحيوانات ملامسة سجد الحيوانات مفرزات الحيوانات أو حتى اكتشفوا أنه هو ينتقل عن طريق تناول الفواكه الملوثة أو العصائر الملوثة التي تكون ملوثة بخفاتيش نوع من الخفاتيش الاتمار يتكون ملوثة بلعاب أو بول هذا النوع من الخفاتيش التي نعتبرها هي الهوث أو المضيف لهذا النوع من البيض ومن الإنسان لإنسان كيف تنتقل العدوى؟ طبعا عن طريق مخالطة مثل ومثل أي عدوى بايمسية عدوى تنفسية عدوى الإنفلوانزا عن طريق مخالطة الأشخاص المصابين عن طريق نفس الطلقة التي تنتقل إليها الإنفلوانزا عن طريق ملامسة أيضا سوائل أو مفرزات الحيوانات بالنسبة لنا نحتي عن الأعراف كيف ممكن أنه ما هي الأعراف التي تمر بها بالأشخاص الذين يصابون بهذا النوع من الفيروس وهل تقتر كل المصاب الآن بالنسبة للأعراف هي ممكن أنه تكون لاعراضية يعني ممكن أنه يتم الإصابة بهذا الفيروس وما تظهر أي أعراض وممكن أنه تظهر أعراض خفيفة مثل أعراض الإنفلوانزا العادية لكن الخطورة تكمن أين؟ الخطورة تكمن في تطوره إلى حدوث الكهاب تنفس الصحات وأحيانا يحدث أيضا تطوره ويؤدي إلى الكهاب مخيحات قد يؤدي إلى حصول غيبوبة خلال 24-48 ساعة تؤدي ذلك لك وفا فوقت شفاء قد أيضا يصاب الأشخاص ويشفو من هذا المرض الآن الخطورة أيضا كمان رسدت حالات أو 20% من الحالات التي تجمع شفاؤها تطور عند الأشخاص نوع من الإعاقة المخية الدائمة اللي هي فرع أو تشانجات عصبية أو أحيانا إصرابات فلوكية خلينا نقول كيفة ثلاثة بريد أو معدل الوفاة لهذا نوع من الفيروس هو عالي يتراوح بين 40 إلى 75% من الحالات بس الحالات التي حتى إذا ما حكينا عن حالات وفاة مش ضروري كلها تنتهي بمشاكل مستديمة بالدماغ طبعا ليس من الضرورة مثل ما أنه قد يشفى قد يشفى نهائيا قد تتطور إلى الكهاب مخيحات ويتم السيطرة عليه وقد يتطور إلى الكهاب مخيحات بهذه الحالة ممكن أن المصارفة وتؤدي إلى وفاة والشيء من الحالات التي تشفى فقط هي التي تتطور إلى عاقم خيادات في قاربون نحن من أن يتحول هذا الفيروس إلى وباء أم ليس بعد دكتورة جزلة كوضعه حقيقة منظمة الصحة العالمية صنفت الـ NIV كفيروس من قائمة الأوبي القاتلة الآن الفكرة أنه ما دامت هناك سيطرة على هذا الفيروس ممكن أن نكون لا نتطور إلى حالات وفاة لأنه منظمة الصحة العالمية في إجراءات وقائية إجراءات صارمة بهذا الموضوع الآن الفكرة أنه هذا النوع من الفيروس لا يوجد له علاج لا يوجد له فقاح فالعلاج في الوقاية والعلاج بالنسبة للمصابين هو في السيطرة على هذا منذ البداية من خلال علاج داعي من أجل تحكيم حالة تنفسية ووظائف المختلة التي تحدثت أنا أشكرك جزيلا من دبيع ذوريني على المقاطعة دكتورة جزلة سعيد فضاء الخبيرة في الصحة العامة والوقاية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك